موسيقى السلام عليكم اليوم سنتحدث عن سهم مصر الجديدة السهم يتداول في البورسة المصرية كود رايترز للسهم هالي السهم يتحرك بشكل عرضي تقريبا من منتصف شهر يناير في نمط فني او باترن الناس كثيرة تسميه او معتقدة ان سهم هاليوبلس بيبني دابل توب باترن طبعا الباترن ده سلبي انعكاسي بيعكس الاتجاه من اتجاه صاعد الى اتجاه هابط بعد الاختراق المؤكد للنيكلاين او لمستوى السابورت بين القمتين عندنا قمة عند مستوى الواحد وتلاتين جنيه تصحيح قصير الاجل لغاية مستوى الخمسة وعشرين تلاتين ارتداده مرة اخرى يوصل السهم تاني تقريبا لنفس القمة وبعدين تراجع اخر يوصل تاني السهم لمستوى الخمسة وعشرين تلاتين كانت فيه هنا محاولات من البائعين ان هما يخترقوا بمستوى الخمسة وعشرين تلاتين ويصدروا بذلك اشارة انعكاس ويصدروا بمستوى الخمسة وعشرين تلاتين ولكن كل مرة كان عند الاغلاق بيفشل البائعين ان هما يقدروا يغلقوا بشكل مؤكد تحت المستوى هو مستوى الخمسة وعشرين تلاتين المهمة في الارتد مع الارتد ثانية سهم هيليوبلس لكن عندما الارتد خط تجاه مهم جدا هذه المرة الاولى وهي المرة الثانية وعند مستوى الخمسة وعشرين 3ativa ساهم ارتد بشكل قوي احجام تداول مرتفعة نسبيا ونقارن احجام التداول الحالية بال recent past او الماضي القريب ارتد من مستوى دعمه مهم جدا وقدر انه يخترق ويغلق بشكل اسبوعي اعلى خط الاتجاه الهابط متوسط الاجل اشارة مهمة جدا ان المشترين ليس سيبوا السهم بسهولة للبائعين واختراقوا لمستوى 25-30 اتوقع ان هناك ناس ضد الاختراق المشترين مازال قوي المشترين قادر يحافظ على دعم السهم عند المستوى ومش كمان كده ولكن قادر ان هو كمان يرتد بشكل قوي يخترق خط اتجاه الهابط مهم جدا دلوقتي عندنا اشارة مهمة جدا هننتظرها وهي اختراق خط الاتجاه عفوا اختراق المقاومة قصيرة الاجل عند مستوى 27.5 لو قادر ان هو يخترقها بشكل مؤكد باحجام تداول شبه احجام تداول شبه احجام تلاحنا شفناها دي ويريد تكون كمان اكتر فبالتالي السهم بيستهدف مستوى ال 31 جنيه مرة تانية اللي هي القمة السابقة لي ولكن خلينا نرجع نقول تاني برضو ان كل حاجة ممكنة فبالتالي اي حد اشترا في السهم ده او اي حد ناوي يشتري دلوقتي او بعد اختراق مستوى 27.5 لازم يوقف خسارة تحت مستوى 25.30 شكرا جزيلا والسلام عليكم وبركاته